وشدد الرئيس سيسي في كلمته بمناسبة عيد العمال على أن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهارتهم التي تتطور باستمراره ودع الرئيس سيسي في هذا الصدد الحكومة لقيام بالتنصيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة عمال مصر الكرام إن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهارتهم التي تتطور باستمرار هو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنصيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع في برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار في تطوير المراكز التدريبية التي تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأقول لكم إننا معا قادرون بإذن الله بإذن الله تعالى على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح وثقة في توفيق الله لنا لتحيا مصر دائما أبدا وطنا عزيزا غاليا يستحق منا كل الإخلاص والتضحية وبالله سبحانه وتعالى وبشعب مصر وبعمالها الأوفياء تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته